أكثر من 20 مليار سنتيم ستحولها مصالح الدارك الوطنية إلى الخزينة العمومية والتي جاءت في ظل الظروف الاقتصادية الرهنة التي تعيشها البلاد وهي قيمة مبالغ الغرامات الجزافية المسددة من قبل مرتكبي مخالفة مرور على مستوى الجزائر العاصمة وعن إرهاب الطرقات الذي أضحى يشكل هاجسا بالنسبة لدولة والمواطن معا سجلت مصالح الدارك الوطني في 2015 انخفاضا ب76 حادثا مقارنة ب2014 بفضل نجاعة المخطط المسطر من قبل الدارك في محاربة هذا الإرهاب الذي انخفض باستحداث الرادار من الجيل الجديد شهر أكتوبر الفارد سجلت وحدات المجموعة الإقليمية للدارك الوطني بالجزائر العاصمة انخفاضا في حاوضة المرور ب76 حادثا مقارنة بين سنة 2014 للإشارة إن قيادة الدارك الوطني استحدثت خلال شهر أكتوبر 2015 رادار جديد لمراقبة سرعة من الجيل الجديد وحسب الحسيلة السنوية لنشاط المجموعة الإقليمية للدارك الوطني بالجزائر خلال 2015 وفي إطار الشرطة القضائية تمكنت مختلف الكتائب الإقليمية للدارك الوطني عبر العاصمة من تفكيك عسابة متورطة في قضية اختطاف الطفل أمينيا ريشان وشبكات متاجرة في الأسلحة إضافة إلى جماعات أشرار مختصة في تزوير النقود عالجت كتيبة الشرطة قضية اختطاف الطفل القاصر ريشان أمين الذي تم استرجاعه بالمقابل كتيبة الشرطة قامت بتفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالأسلحة حيث تم حز 16 بندقية مضخية أمريكية صنع من الصنف الرابع كتيبة الدويرة قامت من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار حيازة معدات وأدوات معدة لتزوير النقود أو العملة حيث أصفر التحقيق عن إيقاف ثلاث أشخاص أوديو الحبس بالمؤسسات العقابية إذن ها هي مسالح الدرك الوطني تثبت نجاعتها في أداء المهام المنوطة بها ومحافظة بذلك على الأمن والنظام العموميين وصاهرة على حماية الأشخاص ومنتلكتهم من أي ضرر كان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة